طيب هنبدأ ان شاء الله في الجزية الاخيرة في الورش بتاعتنا الليلة او البنار حقنا دا اللي هي هنتكلم عن عن كمام طيب لكن قبل انا في جزية مهمة خليتع في السلايدات المفروض شنو ايوة قلنا عندنا important research tool طيب يا شباب في حاجات يا جماعة من الpractice بتعريفة كل ما مارست بحث اكتر كل ما كان عندك شنو عندك بيها معرفة اكتر طيب من ضمن الحاجات اللي هي research tools دي الادوات اللي احنا قاعدين نستخدمها في البحث طيب من اهم التولس يا جماعة اللي هي grammar and text fixers يعني في بعض الحاجات بتقول بيصليح لك ال grammatical mistakes ويعني ال spelling mistakes وغيرها اللي هي اشهر حاجة اللي هي في برنامج بنستخدمه شايع ويمكن كثير من كم معاركين اللي هي اسمه برنامج بتاع grammarly طيب ده grammarly ده من شنو من البرامج المهمة جدا ولازم كل واحد منكم يثبته عنده في الكمبيوتر ومن اهم الحاجات يا شباب اللي منصح بها كل التولس دي يا جماعة مفروض تستخدم البرسون الكمبيوتر والبي سي يعني اللابتوب او كمبيوتر حاول شنو ما تبعد عن استقلام الموبايل في شنو في الريسيرش بشكل عام لو عايز شنو لو عايز تضبط الريسيرش وعايز تستبيت من كافة المكانيات التولس افضل انك تستخدم الكمبيوتر تمام يفضل انك تستخدم من الحاجات دي تستخدم المدفوعة لكن الصيغة الاصدار المجاني منها بتوفر معظم الخصائص اللي انت شنو محتاج لها في البحث قد ما تحتاج لشنو اللي البيتفرشا فاستخدموا جرامرلي لما بيستخدموه نزلوه عندكم ويدعلموه انكم كيف تستخدموه تمام حتى في كتابة اليميلات وفي غيرها من الاشياء طيب طيب يبدأ جرامرلي شكرا بص ما ظاهر اسم الموقع برسل عليكم كل الروابط دي اهنا يسمو شي ماغو طيب جرامرلي اه دل دلدة بتاعت التحرير سجل فيها في جوجل نزلها في التلفون ما عجبتني شديد لكن في اللابتوب صراحة إبداعية يعني رائعة شديدة بتقوم مثلاً جبت النص طوالة بتقوم شنو بتعدلوا ليك بتوريك أعمله خطوط الحمرات إحدى الهناي ولو عايزين يعني أعمل ليكم ويركشوب يعني عديل عن الـ 2CD ممكن توررون يعني تمام؟ عن grammar وكيف تستخدمه عن مندلي شماكو طبعاً يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله ده كل حاجة فيه عبارة عن عنوان عنوان للكشور كامل يعني فيه البلاجرزم تشكرس والبرافريزنج تولس طيب أنا إحنا يا جماعة الحاجة من زمان علمنا في جامعة للأسف يعني كثير مننا بيقوم شنو بيقوموا بيشيروا الحاجات كوبي بيست بيشيرها من بحث تاني بيعملها كوبي بيست بيشيرها من بحث تاني بيعملها كوبي بيست فالحاجة هذه يا جماعة في الأبحاث غير يعني مسموحة إنت مفروض تقوم تقرأ الكلام تهضمه وتجد عصي يغطيه بطريق تكينته قرفته؟ يعني الحاجة تغير تكون غريبة للبعض لكن في الإدريشير ريفيو بتجي تقرأ الكلام بتهضمه وبتجي يدعي السياحة بطريق تكينته أو حتى لو نقلته ما بتنقوله زي ما هو كله كده صملم طيب لو نقلت من الزهول الأول والزهول التاني مثلا في الانترو ديكشن والهناي والديسكشن وغير وكلها عملتها كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست بداعين المجد الأول ما تعمل صميشا للأرتيكل بتاعك بيقوموا عملوا لإيه هو اللي هو على الاستلال يعني أنت مختبس أو يعني شائل من الأبحاث ما أريد يقولك البد سارق يعني لكن شائل من الأبحاث الثانية قدر كيف فلو كان الاستلال أكتر من 15 أو 20% في بعضك يرنلز تمام طوال البحث بتاعك بترفي فإنت مفروض البحث بتاعك يكون أكتر من 85% بيور يونيك لازم يكون شنو بالنسبة كبيرة طيب عشان تعالج المسكلة بتاعت الاستلال لو تستخدم شنو بتستخدم معناه إعادة الصياغة بيستخدم شنو طبعا المعنى والبرافريزنج ممكن يكون أفضل تجد عيد الكلام بين نفسك لكن في بعض التول اللي هي بتعلمك شنو بتعلمك طيب من للأسف يعني اكترها مدفوعة لكن في موقع مجاني اسمه ممكن تستخدموه أو عفوا تمام ممكن تخش الموقع ده تشيل الهناية طبعا المجاني بتليك لحد ألف كلمة فكل مرة تشيل لك ألف كلمة وتعمل لو جاتك النسبة تلاتين أربعين في المئة تقوم شنو تقوم شنو تقوم تعمل تعمل من أشهر الأدوات اللي بدعملك اللي فيها يسمعها وفي غيرها من الأدوات تمام مشهورة وبتديك مجانا لحد عشرين تعديل في اليوم والواحد تمام فحاول أعمل إعادة الصياغة بنفسك بعد ذاك الحاجة المجملة اللي عايز تعمل إعادة الصياغة تستخدم شنو تستخدم كمان في براج جديد اسمه RGBT صراحة ما طلعت عنه لكن يعني حاول أبعد عن في البحث ظهرت وللأسف في الناس كتير بيستخدموا البحث بتاعتهم طوالي بال فبعمل طوالي بيخلي مثلا شات جي بي تكتب لبحث كامل فده بيطرف طوالي كمان فحاول بقدر يمكن عمل الحاجات شنو طيب اللي هو ده وده موقع كويس يتكون بتكتب فيه ولا النص بتاعك مسلا طبعا لو شلت النسخة الكاملة ممكن لحد خمسة عشر لأ لكن نسخة المجانية بيديك لحد الف كلمة تمام يتكون بتنزل النسخة وبتكتب تضغط هنا على بيقول لك يا اخي مسلا نسبة الاستلال بداعتك في البحث ده عبارة عن عشرين في المية تلاتين في المية اربعين في المية ما بقول طوال اللي تمشي تعمل بتعمل عادة الصياغة على اساسين وشنو النسبة بتاعت البراجزم بتقليل واضحة تمام يا دلال ان شاء الله طيب ده وده اده برضو سمحة شديد انا قاعد استخدمها كتر حاجة في الحتة بتاعت العادة الصياغة بتدي وجمعة عينة يكون بيعيد لك ترتيبة فدي اخر حاجة واهم حاجة اللي هي الطريقة الزمان يا جماعة بتاعت نقطتين ونقطة وبتاع الحاجة دي الآن يعني بتاخد زمن ومدعبة تمام في بتاعة جديدة اول حاجة برنامج الواحد النسخة الاصلية منه بتاعة المشترى يعني بقولوش فيها الحاجة دي لو ما عايزوا افضل يعني برنامج في اعتغادية وفي استخدام الحد لأنه هو برنامج وكثير من الخبر بنصح به طيب برنامج وفي برنامج تاني اسمه طيب البرامج دي بتسوي شنو بتقوم بتجمع لك مسلا بتنزل برنامج اللي دي عندك في الكمبيوتر مسلا بتنزله في جوجل كروم بتعمله اضافة عشان كده دائم يقول لكم مسلا الدراسة معينة بتقوم بتلغط في الصفحة بتاعت الدراسة دي بتقوم تقول لي اضافة او طوال بيضيف عليك كمان طيب بعدين لما تجي تكتب في الويرد مسلا كتبت كده 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 وقت كتبت واحد طوال تفتح ميندلي في الويرد عندك والكلام دي يا جماعة محتاج تدريب ومحتاج يعني بانكوبر دار شنو دار بانكوبر نيتشير دار بانكوبر زيبير دار بيضرون دي لا زي ما هي بريح شديد الحاجة الاهم بريح فيها برضو البرنامج البرنامج يدعم من دي وغير من البرنامج دار فرانسيس اللي هي عملية اللحبطة في الرفرانسيس اكتر مشكلة بيقع فيها الباحثين او بيعمل بحث انه مسلا بدأ يكتب الفقرة المعينة تمام طيب يقام سعى الكلام ده بدأ يكتب فقرة معينة تمام الفقرة دي مسلا كتب كتب ودر في المصل غم واحد وداني كتب 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 اثنين وداني كتب 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 ثلاثة كتب 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 أربعة وهكذا تمام ختاعتك هكتب واحد واثنين وثلاثة واربعة رأسية كده فالموضوع ده مدعي بمجهد شديد وبيلخبت تمام عشان كده اكتر حاجة بتطريحك في برنامج تعمل لك عيد صياغة طوال بيعمل لك واحد واثنين ومخمسة طوال بحاولها لك ثلاثة ورغم ثلاثة كتير جدا في أنا بقاعد استخدم ملي سنين يعني مرنامج جميل جدا بحافظوه كل المراجع حكتي وبساعدني في الكتابة بتاعة الرفرانس وضحت الناس اللي ما عارفين ما عندهم فكرة عن البرامج او ما قاعدني نستخدمها من الان يبدو شنو يستخدم البرامج اول نسخ المشترية افضل منه تمام مرات بيكون تقيل شوية ممكن تستخدم مواقع تانية لكن طبعا التشيك بتاعة ما بكون يعني البرامج المدفوعة الوير كويس رغم منه محدود شوية والمين ده مهم جديد في حتى بتاعة الرفرس وضح الكلام ده يا شباب تمام واضح شكرا يا دلال طيب نقاش كتير تمام وفي يعني كبير جدا في الوسط العلمي نستخدم وما نستخدم وبعض الناس وكده في النهاية هو عبارة عن برانجة كتير منكم كلكم يمكن بيعاركم لأنه أصبح موضة قديمة لكن يا شباب بنصحوا إنه ممكن تستخدموا عشان تاخد فكرة عامة عن موضوع البحث لكن ممنوع استخدامه في كتابة البحث وضحت عشان كده يبعد عن في الكتابة نهاية طيب نجيب أعدل الموضوع بتاع طيب ترجمة نانسي قنقر